قتلى وجرح من المدنيين بغارات جوية روسية استدفت الأطراف الغربية لمدينة إدلب حسب مراصد المعارضة كثفت المقاتلات الحربية من استدافها لهذا المبنى عبر استدافه بخمس غارات جوية متواصلة ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وجرح ستة آخرين حسب الفرق الطبية والدفاع المدني هنا الذي عمل على نقل الجرح إلى المشافي الميدانية المكان هو مزرعة مأهولة بالمدنيين والقتله ورجل وزوجته وطفله قضوا جراء الاستداف المباشر لهذه المزرعة تكثف المقاتلات الحربية الروسية من قصفها واستهدافها للأطراف الغربية لمدينة إدلب قبل أيام أيضا كان هناك استداف آخر للمزارع المحيطة بالمدينة وأيضا مع تكثيف القصف المدفعي والصاروخي الذي يطال القرى والبلدات الواقعة على خطوط التماس بين قوات النظام وفصائل المعارضة مصطفى الخلف لقناة الرافدين إدلب ترجمة نانسي قنقر